فقالوا ما يبكيكما لعلكما نظرتما إلى موقفي جدكما فبكيتما شوقا إليه فقالا لا لا وليس قد ماتت أمنا فاطمة فوقع أمير المؤمنين عليه السلام على وجهه وهو يقول من المعزباتك يا بنت محمد وروا الشيخ بالتهذيب يرفعه إلى أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أول نعش أحدث في الإسلام نعش السيدة فاطمة سلام الله عليها أنها اشتكت شكوتها التي قبضت فيها وقالت لأسماه إني نحلت وذهب لحمي وقالت لأسماه إني نحلت وذهب لحمي ألا تعطي لي شيئا يسترني قالت أسماه إني كنت بأرض الحبشة رأيتهم يصنعون شيئا أفلا أصنع لكي فإن أعجبك صنعت لكي قالت نعم فزعت بسرير فأكبته لوجهه ثم دعت بجرائد فشدتهم على قوائمه ثم جللته بثوب فقالت هكذا رأيتهم يصنعون فقالت سلام الله عليها اصنعي لي مثله سترتيني سترك الله من النور وفيه أيضا عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال سئل عن أولي نعش جعل له قال للسيدة فاطمة الزهراء عليها السلام وفي نقل آخر ما رواه الأربلي في كتابه أنها دعت أمير المؤمنين عليه السلام حين اشتد الأمر بها وقالت له يا ابن العام إذا ميت تغسني وحنطني وكفني واتخذ لي نعشاء فإني رأيت الملائكة صوروا لي صورته فقال أمير المؤمنين عليه السلام صفيه لي فوصفته له فاتخذه لها ودعت بجرائد رطبة عنتها من فوق السرير وأخذت الآخر وصنعت بها مثل الأولى حتى صنعت ذلك بأربع جرائد وطرحت عليهن ثوبا وقالت سلام الله عليها ما أحسنه وأجمله لا تعرف به المرأة من الرجل واستشهدت سلام الله عليها فاتخذه أمير المؤمنين عليه السلام لها فأول نعش حمل على وجه الأرض ذلك فقام في جهازها وغسلها في قميصها ولم يكشف عنها فإنا لله وإنا إليه راجعون السلام عليك يا سيدتي يا فاطمة الزهراء